للتواصل بين الاقتصاد السوداني والألماني واضاف أن المؤتمر تحى فرصة لأول مرة للمستثمرين ورجال الأعمال الألمان للتعرف على الاقتصاد السوداني وما يذخر به السودان من مقومات الاستثمار كما أكد عدد من المتحدثين أكدوا أن المؤتمر يمثل أهمية كبرى بالنسبة للسودان خاصة وأن الاقتصاد الألماني يعد ثالث اقتصاد في العالم وياتي المؤتمر بعد نجاح أسبوع السودان الأخضر بالمانيا مؤخرا والمؤتمر الذي انعقد الشهر الماضي بالنمسا حيث فتحا الباب واسعا لولوج الاستثمار في السودان من خلال عدد من الدول الأوروبية التي أبدت رغبتها في قامة شراكات اقتصادية واستثمارية مع السودان مؤسسات الرسمية السودانية ومؤسسات وشركات ألمانية أيضا ووجود رسم ألماني في كل المجالات مع وجود ما أقول أعتقد حتى الآن من جنوب السودان هذا يشكل فرصة كبيرة جدا للتواصل بين السودان والاقتصاد الألماني خاصة وأنه للمرة الأولى التي أتيحت للمستثمرين ورجال الأعمال والقيادة الاستثمار هنا في ألمانيا ورجال الأعمال للتعرف على الاقتصاد الشهداني حارجية بتعمل جاهدة عبر الدبلوماسية وبالتحديد عبر الدبلوماسية الاقتصادية على التفاعل الإيجابي والتعاون وتشجيع الاستثمار وتشجيع العمل الاقتصادي مع أوروبا وديه هذا طبعا بديه فيه مصلحة للسودان بدأ ديه في النمسا في شهر 9 الماضي ووصل الآن لبرلين في العشر أيام الأخيرة السودان كان عنده حضور قوي في برلين كما لاحظته بدأ في العشر أيام من يوم 19 في المعرض الزراعي والسودان اشترك بمستوى جيد وأداءه كان متميز وبطريقة كانت ملفتة للنظر وحزي بكثير معجاب هذا وقد أكد الولاة المشاركون في المؤتمر أكدوا نجاح المؤتمر وفتحه ترجمة نانسي قنقر